مارس الكولر الموديل الفني للنادي الاهلي طلب من نجنة التخطيط انه يتم التعاقد مع مدافع مساك جديد في شهر يناير اللي جاي هو شايف ان المركز ده محتاج دعم دعم طيب في نفس الوقت قال لهم انا ممكن ابدي لمدافع الجديد ده بمحمود متولي انا شايف ان محمود متولي مش قادر يدي للفريق ربما الاسابات ربما الغيبات ربما عدم الاعتماد عليه في مباريات كثيرة ممكن يطلع اعارة او بيع نهائي وهتولي مدافع جديد الراجل محمود متولي يبدو كده ان مستقبله في النادي الاهلي او استمرته في النادي الاهلي عليها كلام كتير ده برأي مارس الكولر المفاجأة بقى ان محمد شريف مواجم النادي الاهلي السابق اللي موجود لوقتي في الخليج السعودي فريق الخليج السعودي خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الاخير دار بينه وبين زملائه في النادي الاهلي احوار قالوا له ما ترجع بقى محتاجينك في الفرقة ديك شايف الدنيا لسه ما زبطتش في قصة المهاجم ما تيجي في شهر يناير الشريف قال لهم والله انا ما عنديش مانع ارجع النادي الاهلي هو انا صحيح مرتاح مع فريق الخليج وبالعبه الامور كويسة معايا لكن ما عنديش مانع ابدا ان انا رجع النادي الاهلي لو النادي الاهلي ضمن لي ان انا اشارك في عدد كبير من المبرات او بشكل اساسي اكتر منها احتياطي يعني وطبعا الامور الملاي تقلص مع فريق الخليج لكن الراجل نفسه ما عندوش مانع اوش طيب ومناسبة المهاجم اسمع دي بقى عشان دي جديدة دي جديدة اوي النادي الاهلي يبحث عن مهاجم في يناير وحاطط بلان بي لو مش هيجيه مهاجم عجنابي يعني مثلا لو مودست مكمل مش ماشي في يناير فالاهلي برضو هيبقى محتاج مهاجم بطلب من مارس الكولور بس ساعتها الاهلي هيحاول يشوف مهاجم مصري مهاجم ايه؟ مصري اللي قدر اقوله لك من دلوقتي ان الاهلي مخلص اتفاقات مع اوفا مهاجم امبي مهاجم الشاب لامبي الاهلي مخلص معه اتفاقات مش اقول لك لاكبر من كده عشان لاكتر من كده ده يعني ايه؟ بين الناديين بس لا قدر اقول لك انه لاحقا اعينه على اوفا مهاجم فريق امبي اوفا واحد من المهاجمين المتقلقين جدا مهاجم شاب والاهلي مخلص اتفاقاته معاه طبعا الامور الرسمية والتوقعات والامضاعات والكلام ده كله بتبقى عبر الاندية الاهلي وامبي طيب موقف امبي ايه؟ موقف امبي انه وعد الكابتن تامر مصطفى الموديل فني للفريق انه مفيش اي لاعب هيمشي من الفريق في يناير هتقول لي تم خلص كده خلصت هقول لك لا لا اليه انه في الحاجات دي يا جماعة انا كنادي بقول ايه؟ ده مش هيخرج من عندي انا واخد قرار فعلا مش بيبقى اهزار يعني طيب انا بقى النادي التاني يعني اعتبرنا الاهلي وامبي قدامي اهو طيب قولك ايه ما تديني قفة وديك اتنين لعيبة من عندي مهمين او هتستفيد منهم اعارة طيب امبي هيرود علي يقول لي لا طيب استنى بقى اعارة بجانب المقابل المالي طبعا استنى بقى اروح للكابتن تامر اسأله بص كابتن تامر احنا دلوقتي النادي الاهلي عارض علينا رقم كبير هنستفيد منه كامبي وعارض علينا اتنين لعيبة مهمين جدا كذا وكذا ايه رأيك فالكابتن تامر يقول والله في واحد من الاتنين دول عاجبني جدا التاني لا عايزة غير عايزة فنان هتمشي الامور ساعتها هنا زي بيقولو كده ايه وين وين ستيوشن اللي هو احنا الاتنين كسبانين احنا الاتنين مبسوطين احنا الاتنين ما اتضرناش امبي حافظ على قراره انه ما يتأثرش او ما يفرطش في القوام الاساسي بتعويده باتنين لعبين تانين مهمين من النادي الاهلي والاهلي جاب المهاجم اللي هو عايزه دي الحكاية دي الحكاية ايه اللي هيحصل في الايام اللي جاية الله اعلم بس الاهلي هيتحرك فيه غالبا هيتحرك فيه همنتكلم في شهر على انتقالات يناير شهر بالزبط يعني شهر وشوية حاجات بسيطة عشان بالزبط دي فالامور رايحة لمهاجم مصري في النادي الاهلي مع مودست او مع مهاجم اجنبي جديد لو مودست رحل طيب ترجمة نانسي قنقر